يقوم فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بمواصلة عمليات بحث موسع ضمن مهمته الإغاثية الإنسانية عملية سواعد الغيث في عدد من المناطق المتأثرة بالزلازل الذي ضربت تركيا حيث أسفرت عن العثور وانتشال أحدى جثث الضحايا لرجل فارق الحياة جراء الزلزال في أحدى الأحياء المحددة لهم من قبل السلطات التركية في منطقة هتاي جنوب التركيا نعم وأتت مشاركة الفريق بتوجيهات ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وبمؤذرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله بتسهيل كفة الإجراءات اللازمة لمهمة فريق البحث والإنقاذ وبدعم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين من خلال توفير وتسخير الدعم اللوجستي للفريق وعرب سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن فخره بتكليف فريق البحث والإنقاذ من الحرس الملكي للقيام بمهمة الإغاثة الإنسانية عملية سواعد الغيث مشيرا سموه إلى أن تلك التوجيهات والمؤازرة وذلك الدعم الذي له الأثر الإيجابي في الأداء العالي والعمل الاحترافي للفريق بجانب فرق الإنقاذ للدول الشقيقة والصديقة والمشاركة في الوقوف بجانب محنة الأشقاء في تركيا وبروحهم العالية التي تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل بسالة وبروح معنوية عالية تمنيا سموه للفريق التوفيق والنجاح في هذه المهمة ترجمة نانسي قنقر